أعوذ بالله من الشيطان القديم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبر وإياك نستعين إهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغرب عليه ونظر المنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغير ويقينون الصلاة ومما غزقناه ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقين أولئك على هدى من قدهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سماء عليهم أأنزغتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى صلبهم وعلى أبسقادهم غشابة ولهم عذاب عزل ومن الناس من يقول آمننا بالله وباليوم الآخر بما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمننا سقادوا أنؤمن كما آمن الصفهاء ألا إنهم هم الصفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قادوا آمننا وإذا قلوا إلى شياطهم قادوا إنما معكم إنما نحن مستهدئون الله يستهزد بهم ويمتهم في طغيانهم يعمعون أولئك الذين اشتروا قلالة بالهدى فما ربحت تجاغتهم بما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد ناقا فلما أغاءت ما حوله ذهب الله بنودهم وتغتهم في ظلمات لا يبسقون أسقون بكم عجل فهم لا يرجعون أو كسطير من السماء فيه ازغد ماك وغعد وبغ يجعل ما أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموم والله محيط بالقاقرين يتاب البرق يخطف أبصارهم كلما أغاء لهم مشوكيه وإذا أظلم عليه قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السمغات جزقا لكم فلا تجعلوا بالله أنبادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في غيبين مما نزلنا على عدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله لن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار الذي وقودها الناس والحجار أعدت من كافرين وبشر الذين آمنوا وعلموا الصالحات أن له الجنات متجدين من تحتها الأنهار كلما غزقوا منها من سمغة الرزقا وقالوا هذا الذي غزقنا من قبل وأتوا به متشاء بها وله فيها أزواجا وطهرة وهو فيها خالدون إن الله لا يستحق أن يغلب مثلما بعوغة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعليون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يغلبه كثيرا ويهدي به كثيرا وما يغلبه إلا الفاسقين الذين ينقرون عهد الله بعد مساقه ويقطعون ما أمر الله به أن ينصقن فيفسدون في الأرض أولئك هم الخاسقون كيف تكفرون بالله وكنتم أنباتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلقنا في الأرض الجميعا ثم استمى إلى السماء فصواهن سبع سماوات وهو ذنبا لشيش علمين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعد عنف الأرض الخليفة قالوا أن تجعل فيها من يفسد فيها ويسرق الدماء ونحن نسلسح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلمنا لا تعلمنا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها قدائد كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا أبا أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب الصماوات والأرض والأرض ما أعلم ما تبتون وما كنتم تبتون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجزنوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسقل أنت وزوجك الجنة وكنا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكنا من الظالمين فأزلهم الشيخ قالوا عنها فأخرجهما من مما كانا فيه وقلنا هبطوا بعضهم لبعض العدل ولكن في الأرض مستقروا ومتاعوا إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا هبطوا منها جميعا فإما يأتي ينكنا مني هدى فمن منتبع هدايا فلا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب ما لهم فيها خالقون يا بني الإسراطي نذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي قرهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا بآياتي ثمنة قليلا وإياي قد تقلقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقلوا الصلاة وآتوا الزكاة وارفعوا مع القاطعين أتقلون الناس بكذبة سولى أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقدون واستعلموا بالصبر والصلاة وإنها لتبيغة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا قدهم وأنهم إليه غاجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم فأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم صرون وإن نجيناكم من آل فرعون يصمونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك من بلاء من قبلكم عظيم وإن فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنصرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم الظالمون ثم عطلنا عنكم من بعد ذلك عليكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتدوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو الدواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جهغة فأخذتم صاعقة فأنتم تنصرون ثم بعثناكم من بعد عوثكم لعلكم تشكرون وظلنا عليكم الغمام وأوزلنا عليكم المن والسلوا كلوا من طيبات ما غزقناكم وما ظلمنا ولكنه كانوا أنفسهم يصلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فقلوا منها حيث شئتم رغدا رغدا وادخلوا الباب سجدا وقلوا حتقة مغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى من سال قومه فقلنا غرب بعسوا كالحجر فانفجرت منه سنفى عشرة عينا قد علم كل أناس ما شربهم كلوا واشربوا بالرزق الله ولا تعسوا في الأرض المفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نسق برعنا قارع واحد فدع لنا ربك يخرج لنا من ذما مما تنبت الأرض من بقدها وقفاتها وقومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصران فإن لكم ما سألتم وغربت عليهم الظلة بل مسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقطبون النبيين بغير الحق ذلك بما عسقوا الزكان يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصقى ورسقوا بإن من آمن بالله ذا اليوم الآخر واليوم الآخر وعمل صالحا فله أدقهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هن يحزنوا وإذ أخذنا منساقة ورفعنا فوقت مطور خذوا ما آتيناكم بقفة واذكروا ما فيه لعلتم تتقون ثم تمليتم من بعد ذلك فلولا هروا الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسدين ولقد علمتم الذين آتدون منكم في السبت فقلنا لهم كن قرادة خاسدين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها مضوا عصغة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأخذكم أن تربحوا بقراه قالوا أتت خذناه جواً قال أعد بالله أن أتونا من الجاهلين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ماهن قال إنه يقول إنها بقرة لا قارئ ولا بكر عوانوا بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسلس الناظرين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسلس الناظرين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإننا إن شاء الله ذا مهتددون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذا تسير الأرض ولا تسقي الحارسة مسلمة لا شيئة فيها قالوا آنا جئت بالحق فذبحوها وما قادوا يفعلوا وإذ قتلتم نفسا فاداغأتم فيها والله مخرجوا ما كنتم تكتون فقلنا ضربوه ببعوها فذلك يحيي الله الموتى وجريكم آياته لعلكم تعطيعون ثم قسق قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قصبا وإن من الحجارة لما يتفجر به الأنهار وإن منها لما يشطط فيخيج به الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عن ما تعملون أفتطمعون أيها يؤمنوا لكم وقد كان فريقهم منهم يسمعون كلام الله كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعضهم قالوا أتحدثونه بما فتح الله عليكم عليكم يحاجوكم به عيد ربكم أفلا تعقدون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يسرون فبيل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقلون هذا من عيد الله ليشتروا به ثمنا قليلا فبيل لهم مما كتبت أيديهم وبيل لهم مما يفسدون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما مع جلده أتخذت العيد الله عهدا فليم يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئته وأعطت قطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها قائدون والذين آمنوا بعد مصطالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها قائدون وإذ أخذنا نساق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذين قربا واليداماء المساكين وقولوا للناس بسما وأقيم السقلات وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا نساقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهزون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا من أمكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإخل والعدوان وإن يأتيكم أساغا تفادوهم وهو محرم عليهم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعضه فما جزاكم لكم يفعل ذلك منكم إلا قسطهم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ومالله بغافر عن ما تعملون أولئك الذين اشكروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخطط عنه بالعذاب ولا فسيهم مصطر ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا منهم بعده بالغسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيضناهم بروح القدس أفتلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم اسكت باغتم ففريقا من كذبتم وفريقا من تقتلون وقالوا قلوبنا غرف بل لعناهم الله بكفرهم فقلينا من ما يكينون ولما جاءهم كتاب من عين لله نصدق لما معهم وكانوا قبل يستفتحون على العدين كفروا فلما جاءهم مع غفوا كفروا به فلعنا الله على الكافرين بكس ما اشتروا به أن أرسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بغيا أن ينزل الله به فضله على ما لم يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيد لهم آمنوا بما أنزل الله بأن يؤمنوا بما أنزل علينا ويكفرون بما وقاء وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أمهب يا الله به قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءت موسى بشكنات ثم اتخذتم العدل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا من ثاقة ورفعنا حلقة متقور خذوا ما آتينا لنا بقضة من واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل لكفرهم قل بإكس ما جاءتكم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لهم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس تتمنا له الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديه والله عليم بالظالمين ولتجد أنهم أحرص من الناس على حياتهم ومن الذين أشغطون يبدأ أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أمي أن يعام عمار والله تصغير بما يعمرون قل من كان عجبا لجبديل فإن منه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه بهدى وبشرى للمؤمنين من كان عجبا لبلاه وملائكته وغسره وجبديل ومن كان فإن الله عدعا للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يفصل بها إلا الفاسقون أبا كلما عاهدوا عهدا لبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولمما جاءهم رسول من عين لله مصدقا لما معهم لبذ فريق من الذين أود الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلم واتبعوا ما تكف الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ويعلمون لناس السحر وما أموز على الملكين بباب لهارك وما أموز وما يعلمان من أحد حتى يقودا إنما نحن فحنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المغي وزوجه وما هم بغردين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يغيئهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشتراه ماذه في الآخرة من خلاق ولبس ما شغل في أنفسهم لو كانوا يعدعهم ولو أنهم آمنوا واتقوا لما سودتهم من عند الله خليل لو كانوا يعدعهم يا أكها الذين آمنوا لا تقلوا راعي لا بقلوا نصغرنا نسمعون وللكافرين عذاب أذين ما يبدو الذين كفروا من أهل الكتاب من المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختسق برحمته من يشاء والله بالفرد العزيين ما ننسخ من آية الأول أو سها لأهل خير منها أو مسمها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له له السماوات بل أروا وما لك من دون الله له ولي ولا نسخي أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سيد موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد رل سواء السبيل قيغوا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبيل لهم الحق فاعفوا واسفعوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقلوا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعمل نبصي وقالوا لهم يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نسخارا تلك أمانت له قل هاتوا برهانه لم كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله وأدعوه عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت الجهود ليست نسخارا على شيخ وقالت النسخار ليست الجهود على شيخ وهم يتبون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحقق بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم لمن منع مساجد الله أن يذكر فيها سنه وسعى في حرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا قائدين لهم فيهن ياخير ولهم للآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تبلوها ثم بجه الله إن الله باسع عليم وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل لهما في السمامات والأرض كل له مقاربين بذيع السمامات والأرض وإذا قرى أضمنوا فإنما يقل بههم فيكين وقال الذين لا يعلمون لولا يبلمنا الله فأتينا آيات فذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بي أن الآيات لقوم يقلون إنا أغسلناك بالحق بشيطا ونذيغا ولا تسأل عن أسرح بالجحيم ولن ترقى عنه كاليهود ولن نسترى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله به وذيه ولا مسجد الذين آتيناه والكتاب يكبره حق طلابته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم خاسرون يا بيغي إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدد ولا تنفعها شفاعة ولا هنوة مسترون وإذ بثنا أجبراه ورده بكلماتهم فأتهمهما قال جلني جاعدك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا يلال عهد الزهدين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتقضوا من مقام إبراهيم مصقلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن مقهر أن مقهر بيتي للقائفين والعاكفين والغكع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من السمرات من آمن منه بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أغطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ ينفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك وميهم يبريتنا أمة من مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتبع علينا إنك أنت التوباب الرحيم ربنا ومعصرهم غسولا منهم يدلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عبو علة إبراهيم إلا من أنسى فيها نفسه ولقد اسطفيناه في الدنيا ويظهناه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لغب العالمين ووسقى بها لإبراهيم بنيه بيعقوب يا بني إن الله صحى لكم الدين فلا تبوتون إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيهما تعبدون من بعدين قالوا نعبدوا إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمثة قد خلت لها ما كسبت ملكون ما كسبتم ولا تسألون عنه ما كانوا يعملون وقالتهم هدى أو نصغارا تهتدون قل بل منك إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسلاق وما أوتي موسى وعسى وما أوتي النبيون من ربه لا نفرع بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تملوا فإن فلما هم في شقاق فسيكفيكه الله وهو السميع العليل إصغبغة الله ومن أحسن من الله إصغبغه ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا مردكم ولنا أعمالنا ولتم أعمالكم ونحن له مخلصين فامتعودون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسلاق فكانوا هودا أو نصغارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتب شهادة عنده من الله وما الله رافي عن ما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكن ما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا يعملون ترجمة نانسي قنقر